والسؤال اللي يطرح نفسه ناخد سمك فاصل الهبوط او سمك فاصل التمدد قد ايه؟ هناخده يا جماعة من 2 ل 5 سنتي ما لم يذكر خلاف هذا اللوحات المعمرية او اللوحات الانشائية لان المصمم ممكن يكون ليه احتبارات خاصة جدا اثناء تصميم المبنى لو المبنى ده كان ارتفاعه عالي جدا اذا في ميول مسموحة لهذا المبنى احنا قلنا في فيديوهات قبل كده يا جماعة ان الميول مسموحة المبنى مثلا مع حد ارتفاع 30 متر بنسمح بميول لحد 2 سنتي طب انا عندي جانبي المبنى يمين وشمال ده يمين 2 سنتي والتاني يمين 2 سنتي زائد فاصل الهبوط ممكن ناخده 2 سنتي اذا انا عاوز فاصل قيمته يا جماعة تحترم كل هذا اذا فاصل الهبوط مع المباني زائد الارتفاعات الصغيرة ممكن ناخده 2 سنتي مع المباني زائد الارتفاعات الكبيرة ممكن يا جماعة يكون 5 سنتي وممكن يزيد عن كده تبقى لتوصيات المصمم ودي هلاقيها في اللوحات الانشائية للمبنى يا جماعة